السؤال ومحدش ياخد كلامي في سكة مش مظبوطة الزمالك فاضله تلت مباراة مباراة مع الجونة مع الاسماعيلي ومباراة مع الجونة ومباراة مع النادي الاهل خلي بالك بقى من الكلمتين اللي هقولهم اللي جيين دول لا اقصد بهم شيء انا بتكلم في كرة القادر اللي فيها كل شيء وارد النهاردة الفارق بين والزمالك نقطتين لصالح بيرامد سبعين بيرامد 68 الزمالك ماذا لو حصل الزمالك خلال الثلاثة مباراة المتبقية على نقطتين ما تنسوش بقى الجملة انا قلتها من شوية انا مقصودش حاجة انا بحط افتراضات قانونية يعني ماذا لو الزمالك اتعادل مع الجونة والاسماعيلي وتغلب من الاهلي مثلا او اتعادل مع الاهلي والاسماعيلي مثلا وتغلب من الجونة او اتعادل مع الاهلي والجونة او اتغلب من الجونة هذه هي كرة قادمة وانا بحط افتراضات رقامية على ارض الواقع صعب اللي انا بقول ويحصل لكن على الارقام ممكن جدا طيب ماذا لو الزمالك في الثلاث مباراة دول اخذ نقطتين هيتساوى في عدد النقاط مع نادي الزمالك 70 و70 مع نادي بيرامدز 70 و70 طيب عشان نحدد مين فيهم في المركز الثاني ومين في المركز الثالث هنرجع لللقاءات المباشرة بين الزمالك وبيرامدز الماتش الثاني 3-3 الماتش الاولاني بيرامدز فاز او العكس الماتش الاولاني 3-3 والماتش التاني بيرامدز فاز 1-0 اذا الاولوية هتبقى لبيرامدز اذا سينتهي الدور اذا حصل الزمالك على نقطتين من الثلاث مباراة المتبقية هيبقى الاهلي اول بيرامدز تاني الزمالك الثالث والمصري في كل الاحوال الرابعة طبعا ده صعب يحصل لكن احنا بنتكلم ارقام ارقام انا هنا بطرح سؤال لو ده حصل هل يمكن تغيير خطاب اتحاد الكرة الذي تم ارساله الى اتحاد الافريقي ان الاهلي والزمالك في دولة الابطال وان بيرامدز والمصري في الكونفدرالي اجابة لا يمكن تغيير ادي اول سؤال ليه لان خلاص القرع والدنيا كلها تتعمل على كده الفترة الجاية دي قبل انتهاء الدور ادي واحد اتنين ماذا لو انتهى الامر على هذا الوضع وطالب من الناحية القانونية فريق بيرامدز بحقيته في دوري الابطال ولجأ الى ما هو محكما من المحكمة الرياضية الدولية كذا 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 انا في المركز انا في المركز التاني والليحة بتقول الاول والتاني يروحوا دوري الابطال التالت والرابع روحكم في دوري انا نهيه التاني من حق ماذا لو ماذا لو النقطة التالت طب هل كان اتحاده كورة يملك انه هو يعمل غير اللي انا قلته ده انه اول وتاني اهل وزمالك ويعتمد على انه المسألة صعبة قوي ان الزمالك ياخد نقطتين بس من ثلاث مباريات ولو انه لما تيجي تحسبها اخر مبارتين للزمالك مع الانتاج والحرس اخر نقطة ونقطة ماذا لو كان ماتش التالت مع الاهلي واتغلب وده وارد وارد زمالك يكسب عشان كلامي بس ايه ما يتخدش في سكة الغلط يعني لكن لو اتغلب يبقى اخد نقطتين فعلا وفي هذا الوضع لو كان بننهي بيه الدوري كان يبقى فهل كان اتحاده كورة يستطيع انه هو يؤجل ارسال الخطاب الاجابة لا طب البديل كان ايه البديل انه كان يبعت وفقا لنتائج الموسم الماضي لنتائج عشان الدوري مخلص وانا ما عنديش يقين بالتاني مين انا ما عنديش يقين بالتاني مين فهيبقى وفقا للسنة اللي فاتت الاهلي والاسماعيلي اول وثاني يشاركا في الكون فيدرالية والتالت في دولة الابطال انا اسف والتالت والرابع هيبقوا الزمالك والمصر طب هل دا كالهيرضي الاجابة لا عشان كده احنا بنقول ايه بنقول هي سنة تثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وبالتالي حتى الجواب اللي راح من اتحاد الكرة الاتحاد الافريقي هو ليس قانونيا مش قانوني على الاطلاق لان المركز التاني مدالة معلقا وصاحب المركز التاني في نهاية الدور من حقه ان يتمسك بمركز هل بيراميدز هيحتاج اذا انهى الدور تاني العلم عند الله العلم عند الله انما حتى هذه اللحظة قد ارسل الخطاب بالفعل الى اتحاد الافريقي بالله دي حاجة الحاجة التانية فيما يتعلق بالقيد الافريقي احنا طبعا عندنا زي ما كلنا عارفين انه الدور التمهيد الافريقي سيبدأ يوم 9 8 9 اغسطس طيب دلوقتي فيما يتعلق بالاندية المشاركة في البطولات الافريقية ما عندهاش قيد جديد لانه القيد الجديد لازم يبقى فيه انت عايز تضيف لعيبة جداد وما فيش في التوقيت ده ما عندكش فرصة لإضافة لعيبة جداد اذا في دور الاثنين وثلاثين الاول خلنا نتكلم عن دور الاثنين وثلاثين الاول اللي يشارك فيه هذا الدور اهلي او زمالك او غيره هيلعب باللي موجود في ايده دلوقتي باللعبين المقيدين حاليا بمعنى لو هو جاب لعيبة جدد مش هيلح اييده عندوش وقت يبقى هيبقى فيه مبارتين في الدور الاثنين وثلاثين ذهابا وعودة دون دون الصفقات الجديدة واضحة كده يا جماعة يستحملوها بقى احنا قلنا يعني استثناء يعني سي سي ان الاهل هيجيب فروت جامد وعايز يمشي مثلا وليد اذار مش هيقدر يخلي الفروت الجامد دا يلعب في دور الاثنين وثلاثين ذهابا وعودة بتدي يلعب من دور الستاشر مقبولة اتصور انها مقبولة دا بقى هيعمل صفقات كتيرة دا هيعمل صفقات وليد مش دي القضية بتاعتنا دلوقتي القضية بتاعتنا دلوقتي ايه انه اللاعب جديد اللي انت هجيبه اهل زمالك مصري بيراميز مش هيلعب كمان بيراميز عنده مشكلة تانية بيراميز غالبا هيغير نص فرقته فبالتالي هتبقى مشكلة بالنسبة لانه عنده عدد كبير من اللاعب لان يشاركه وبعين بيراميز عشان اول مرة يشارك هيلعب في الدور التمهيدي الاول هو دول 64 وبعدين هيرجع في دور ثانتين من غير برضو اللاعب الجدل لانه اول مرة يشارك طيب دي الحاجة التانية